فعل الخير والناس يديروا الخير كثير والحمد لله خاصة في شهر رمضان اللي يموال فيه يدير مطعم الرحمة الآن ما يديرش مطعم الرحمة مع ظروف الوباء لابد من مراعاة الاحتياطات والتدابير الاحترازية الآن هذاك المال اللي يناوي بش يعطيه للفقراء يعني في شكل مطعم لا الآن يعطيه نقدا هذه الأسر المحتاجة والأسر الفقيرة والآن في الحقيقة يعني دائرة الاحتياجة اتسعت حتى الناس الخدامين الآن ما يخدموش أصبحوا محتاجين لذلك اللي يدير مطعم الرحمة ولا يدير هذه الموائد الشوارع في طرود في طريقه وكذا يعطيها نقدا ولا في شكل طرود ولا في شكل مواد غذائية هكذا ما هوش طيب ولا كذا لا طعام ولا شيء وكل واحدة على بلو باحتياجاته كتعطيه دراهم كالفقر اللي يشري اللي باس لولاده عنده احتياجاته هو يعرفوها تعطيها له نقدا بش يستفيدوا منها أكثر وعندك أجر كبير الرجال ونسى يلي راهم يديروا الخير خاصة في رمضان إنما يتعوض الكيفية لا تختلف فقط الطريقة والحمد لله شريعتنا تتكيف مع جميع الأوضاع فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان لما تملكه من خاصية الثبات والمرونة الثبات في المحكمات في القطعيات في الأصول والمرونة في الفروع وفي الجزئيات فشريعتنا تستجيب لجميع الظروف كي كنا عايشين ظروف عادية عندنا أحكام شرعية نتعامل بها الآن نعيش في ظروف غير عادية عندنا أحكام شرعية ترافقنا ونرافقها ونتكيف مع مقتضاها وكذا يولفن خدم الموائدين غا مطاعم الرحمة أسقوا سخاطي أينثني ولكن يا همان غاولتما أتفكد داذريم وكذا يحواجاني الليلاني مغذان أتصي خدامن خدمن قفل كورونايا ولكن تورو خدمنا حواجن ماستفكد داذريم ما ديغل لبساني والراويس أثني صفرح ماشي كان ذلكوث أينك حواجاتي يخدم وكذا يثن صفرحهم أكوني صفرح ربي وربي سبحانه يمرغي دي القرآن ذي لا يثطاس مثال المدينة ذي صورة الحجل آية 77 إنت وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وإنت ذي صورة الكهف في الآية 110 لا يثنقروث فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ربي اسميس العمل الصالح أما ذي الطبان أما ذي بومبيين أما ذي قذي زيزديين أما ذي فرمليين أما ذي المحسنين أما ذي تأسنكا فلانغذي القيضة أما ذي قدشين أما ذي مضبارني أما ذي كومتيد فيلاج أما ذي كومتيد الحماث أما ذي الجمعيات أكين ما ذي الله أكين من الله إن شاء الله أنا معاون في الخير وربي ناد وتعاونوا على البر والتقوى هكذا نحسن حياتنا نجمل حياتنا بتمثلنا لهذه القيم الاجتماعية التي تقوّل علاقة فيما بيننا وفي النهاية ما هي النتيجة قوّينا علاقتنا مع ربي سبحانه عز وجل